هو بس أنا هدخل في حتة صغرة برضو لو نقدر نتكلم فيها يعني أنا بقول إنه برضو المدير الفني عليها عمل كبير قوي في الملعب لازم هنحن نتكلم عليها لأننا شايف كان هو ده السؤال اللي هسألكو إحنا زعلانين من اللعيبة ولا المدير الفني ولا الاثنين وأدوار كل واحد فيهم إيه يعني أنا شخصيا زعلان من المدير الفني لأن أنا حاسس إن ما فيش أدوار للعيبة في الملعب الراجل ما قالش أدوار اللعبة في الملعب الراجل بيلعب كذا 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 وسايب الدنيا يعني اللي اتمرن يعني بس عشان بص بي يعني مجرد مثل وهاني يمكن عارف الكلام ده اتمرن مع كابتن جوهري وكذا كابتن جوهري من المداربين اللي كان بيدي أدوار يعني ما بيعتمدش على الطريقة أنها مساربعة ثلاثة ثلاثة ويسكت لا ده فيه أدوار وأدوار في كل ماتش لو نفس الطريقة بيلعب بها كل ماتش فالأدوار ممكن تختلف من ماتش الماتش الفرقة الفرقة على حسب النتيجة على حسب شوت أول شوت تاني لازم الأدوار دي تبقى موجودة أنا محسيتش بأدوار أنا مثلا على ذكر ما بتقوله في 98 كنت لسها تقولها كابتن هاني كان لبرو ودخل الكابتن هاني في نص الملعب على الدايرة وخلس شين آخر واحد عشان يربط عايز حاجة من الكابتن هاني وخلالك من ماتش عن ماتش يعني الماتش قال لي بيقولك تسببت بقى وراء شوية في وقت الماتش هو بيحس ان الدنيا وراء مش مزبطة شوية طيب هاني يخليك بقى وراء شوية وهخلي مثلا أحمد حسن ما يترشي في نص الملعب شوية أولا احنا راكبين الماتش هاني زوء القدام كمان شوية دي إراية الماتش شفت إراية للمباريات يا كابتن من روي فيتوريا لا محاوزة نقطة مهمة جدا يا كابتن يعني حتى تلاتة في نص الملعب قبل مظلم نص خط ظهري في حاجات معينة انت بتتكلم في تلاتة فلات انت مش حاسس ولا مهام هجومية ولا مهام دفاعية الربط ما بينهم كان فيه أول مرة أشوف منتخب مص بلعب بالفردي وأضعف الحاجة بلعب الطويل هو مصطفى محمد هيشتغل سوبرمان لوحده ما فين اللي شغال من تحت ليه الخمسة وتلاتين ديئة بتعمطش غانة اللي هم الشروط التاني مرموش بتريزيجيه وإمام وحمدي وعمر كمال الربط ده ما كانش موجود هل هي دي فكر مدير فني ولا قلية لعيبة بتنفذ شغلها داخل الملعب وبتنفذ احتياجاتها أنا محتاجد ده شغل العيب ده شغل العيب ما فاش كلام يعني الاسبرينت اللي يعمله أمام اللي الناس كانت مشككة في قدراته في الاسبرينت اللي عمره في مباراة سراميكا وراح عمل هجمة مرتدة عن طريقة قوية راجل راجع من أقصى الوينجليفت لأقصى الباكليفت ويعمل تاكلينج ويقوم بيها ويربط صحيح مرجود عضل غير عادي وزهني طبعا هل انت كنت مهيأ إمام في المباراة الأولى لما نزل قلت له إمام أنا عايزك تعمل واحد اثنين ثلاثة لا انت اديته الملعب وديته مهام لا انت قلت له انزل طور لا أنا بدي له مهام بهيأه نفسيا يشتغل ازاي بهيأه نفسيا يأدي ازاي الربط ما بينزيزه وما بين محمد هاني وما بين صلاح مش موجود يعني انت شايف برضو هنقش فيها الكابتن محمد هو عمر شايف ان الأداء الفني والربط ما بين اللاعبين ده من جوه الملعب ما كانش فيه خطة واضحة وما كانش فيه تعليمات واضحة طب ليه ليه ما حصلش مثلا أمام مباراة موزنبيك ليه الرابط ده ما حصلش قدام واحنا كنا في وقت مغلوبين اثنين واحد برضو ما شفناش الربط او ما شفناش النقلة على مستوى الروح وعلى مستوى العزيمة وانك عندك اصرار انك تعدي النتيجة برضو هنرجع لطبيعة المصريين والمتخب المتخب مصري ده جزء مننا يعني حتة مننا اللاعبة حست بالخطورة خلال الفترة الأخيرة خالص اخر شوية من المباراة التلت ساعة عمر او الخمسة وعشرين ديها حسوا بالخطورة حسوا ان انت لو بالشكل انت ممكن تضع كل حاجة وتخرج ابتدى يبقى فيه تحرر ابتدى اللاعبة تنسى اللي تقال لأ نفوق بقى واحنا نلعب نفوق وانا لأ انا بقى يعني الخبراتي اللي انا خدتها خلال السنين اللي فاتت اللاعبتها سواء أربع خمس ست سنين لأ لازم اطلعها ولازم ان انا لأعمل وانا لازم اضغط وعمل اللي انا شايفه في الملعب هو ده مجرد انه خلاص انت وصلت للمرحلة لا يا جماعة ده احنا لو اتغلبنا هنخرج هنخرج فنبقى هو ده رد الفعل يعني انا في اعتقادي ده اللي بيحصل على فكرة بالزبط ده اللي بيحصل بس ده بقى مش مطلوب كمان في الفترات اللي جاية انت ان شاء الله داخل على مباراة يعني مباراة لا تقبل القسمة على غير مكسب تتصد مش هتستنى للظروف يعني هي دي هي الفكرة كلها انا انا متفق معك كابتل مباراة موزنبيق حتى التعادل اللعبة خارجة لسه عندنا ماتشين لكن المباراة غانى لما بعد اتنين واحد قال لك ده احنا لو اتغلبنا ممكن نخرج فبدأ يستنفر عنده بدأ الطاقة ترجع تاني هو ده ده طبيعي لكن مش ده طبيعي لمنتخب كبير لازم دي يكون عندك من الاول انك تحترم المنافس من الاول انك دايما عندك اسرار وعندك عزيم انك تكسب